توصل وزارة الداخلية دعم مشروع الهوية البصرية لمحافظة أسوان تنفيذاً لتوجهات رئيس الجمهورية من خلال وضع لفتات تعبر عن طبيعة المحافظة على منشآت وسيارات ولنشاة الشرطة وعلى سيارة الأجرى كما يتم في هذا الإطار تحويل السيارات التي تعمل بالبنزين لتعمل بالغاز الطباعي مجاناً سيح أول ما يتغادر المطار أو السكر الحديد طوال ما هو ماشي في الشارع يقدر يشوف نفس النمط ونفس الصور اللي هي رحبت بيه أول ما وصل للمدينة العربيات اللي عايزة تتغير والإكتوبيسات تتغير وتحطى عليها اللوجو اللي هم الجامعة الألمانية حطته استكمالاً لتنفيذ مبادرة السيد رئيس الجمهورية بدعم مشروع الهوية البصرية لمحافظة أسوان وتحويلها لمدينة خضراء صديقة للبيئة خالية من التلوث بما يظهر طبيعة وأثرية وحضارة المحافظة وصلت وزارة الداخلية تحويل سيارات الأجرى التي تعمل بالبنزين لتعمل بالغاز الطبيعي مجاناً من خلال مراكز فنية مخصصة لإجراء عمليات التحويل مع تخصيص وحدة فنية لرفع كفاءة السيارات إضافة إلى وضع ملصقات فنية ذات ألوان وخطوط متناسقة على كافة سيارات الأجرى تلك الملصقات التي قدمها الشباب لمحافظة أسوان لتكوين صورة ذهنية وبصرية موحدة عن المحافظة لدى الزائرين وقد وصل عدد السيارات التي تم تحويلها لتعمل بالغاز الطبيعي حتى الآن قرابة 800 سيارة بدأنا في تنفيذ الجزء الأول من المشروع الهوية البصرية ونجحنا الحمد لله في تنفيذه وبشكر فعلا وزارة الداخلية على الجهد اللي بازلته من أول يوم من أول ساعات النهار تاني يوم التكريم من فخامة الرئيس لأنها تواصلت معي وابتدئنا ننفذ المشروع على أرض الواقع وباسم الله ما شاء الله نشاهد في الوقت أن الشغل فعلا وصلنا إلى درجة كبيرة جدا من التنفيذ شكرا فقامة الرئيس وشكرا وزارة الداخلية نشهد يا تاريخ البشرية وافتبعنا وإن كل الأخبار أصوان الباض وحضرتها نذكر الرئيس السيسي على المبادرة الجميلة بدل ما كنت بحطه بـ 200 جنيه من بنزين بحطه دربت بـ 50 جنيه غاز أو أقل من كده كمان احنا بنحب الرئيس وهو يعني بيحبنا ظلامة بيعمل معنا كل محاجات دي نشكر رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بالمبادرة الجميلة اللي عملها في محافظة أصوان وشعب أصوان بيشكر الرئيس وبنشكر وزارة الداخلية اللي تعاونت معنا ووقفت معنا في المبادرة طبعا الرئيس كل ما بيجي عندنا أصوان بيشوف حاجة جديدة هنا في أصوان ركبنا التيكت بتاع الغمز بتاع أصوان بنشكر الرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي على المبادرة الذي عجابه لنا في محافظة أصوان لتركيب الغاز مجاني كما قامت وزارة الداخلية بوضع تلك التصميمات على المركبات والمنشآت الشراطية واللنشات الخاصة بشرطة المسطحات المائية وهو ما رسم لوحة فنية تعبر عن هوية بصرية موحدة ويأتي الإصراع في تنفيذ تلك المبادرة لأهال أصوان لتكون هدية لهم بمناسبة عيدها القومية موسيقى 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 موسيقى